محمود ايه تاني عن شباب بلوزداد عاوزين نتكلم عنها زي نكمل بقى على كلام جيمي قصة ان هما جيمي كان بيكار ان انت تسيب الكورة عشان خطر هما ماينفعش ان انت هما المسكن كورة ان هما مرتدات بتاعتهم خطرة جدا معانا بعض الحالات للمرتدات بتاعتهم هما المباراة الاولانية بقدام يانجا افريكنز لانا دايما بشبيها هتبقى شبيها شوية بمورات الاقل انها كانت على ارض البلوزداد يعني قصة كلها ان هما عندهم السرعات الكبيرة جدا بس قبل ما نستعرض الحالات عاوز اوريك على ثلاث لعيبة مهمين جدا جدا لازم الناس تاخد بالها منهم ولازم لعيبة النادي الالي تاخد بالها منهم منيجي نستعرض بارقام انا بالنسبة لي دول كانوا اخطر وهم اهم ثلاث لعيبة فرقة شباب بلوزداد كلها بتقوم عليه لعيب الاولاني طبعا هو الفيرود بتاحهم اللي هو ليونيل وامبا بالمناسبة ده كان من ساعات بيلعب في المنتخب الكامل و ساعات كان منضملهم الراجل ده عدد اهدافه في الدور الجزائري الثمانية من حوالي 11 مباراة وعدد اهداف بتاعته في دوري الابطال 3 اهداف يعني هو الراجل هو الهداف بتاعهم سريع جدا و قوي جدا نشوف اللعيب التاني عبد الرحمن الميزان لعيب رقم 11 الراجل ده عدد مساهمات بتاعته في الدور الجزائري 6 مساهمات 4 هداف و 2 أسست وعدد مساهمات بتاعته في دوري الابطال جايب هدافين وعامل 1 أسست وهو الفرقة كلها بتقوم عليه لنهو حلال عقد عنده واللعيبة الثالث الممتع جدا في وسط المرعب الرجل عبد الرقوف بن غيس عدد المساهمة بتاعته في دور الجيزة برضو جايب جون وأربعة أسست وعمل هدفين في دوري أبطال أفريقيا التالت لعيبة دولة ما نيجي بقى نستعرض الميزة الموجودة عند شابلو زادل وخطر جدا أنه انت لو اندفعت بشكل كبير وسبت المساعات لعيبة دي عندها سرعات بشكل كبير ممكن يأذي النادي الأهلي لما نيجي نتفرج على الحالة دي مثلا الحالة الأولانية أنا أول ما الكرة اتقطعت من لعيبة يونج أفريكنز عاوز أوريك التحول السريع جدا للعيبي شابلو زداد على طول هيطرع الكرة عند الطرف عاوزك تبص على اللعيب اللي عليه الدائرة ده لعيب ميزيان أول ما الكرة تتلعب الراجل هيروح طبعا تبص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وزي ما بقولك لعيب رقم 22 بقولك عليه الراجل هنا طلع كرة لميزيان لميزيان مهارته كبيرة جدا في مراوغاته وفي السنس بتاعه ودنيو زداد طلع كرة عامل نفسه هيشوت وأم مسلم الراجل وامبا بيوش رجله خارجي أم وامبا واخد الكرة واحرز الهدف الثالث لشباب بولزداد حالة اللي بعدها برضو كانت برضو في نفس المباراة هنا بقى عاوز أوريك حاجة غريبة جدا بص هنا كم لعيب موجود من لعبي يونج أفريكنز واحد اتنين ودي الثالث وفيه واحد رابع مساك مش موجود بص بقى بعد ما الكرة تلعبت الراجل خاد الكرة اسمه ضرافله اللعيف رقم 13 أول ما ياخد الكرة وحاول يعد واحد على واحد ده الهدف التاني اللي أحرازه شباب بولزداد نشوف الفريم اللي بعده على طول أول ما تشوف الفريم اللي بعده الراجل هيجي واحد على واحد هيقوم معدي عاوزك بقى بص أول من الراجل عدى أما نيجي بقى نشوف العرضية أما قبل ما تؤول بقى ما العرضية تتلعب عاوزك تبص على كم لعيب من شباب بولوزداد ما كانوش موجودين في الكادرة أساسا يعني اللي كان موجود كان لعيب من شباب بولوزداد على أربعة من يوانج أفريكنز لما حصل التحول بص كم لعيب كان موجود خمس لعيبة من شباب بولوزداد فهو فريق فعلا زي ما كان جيمي بيتكلم خطر جدا جدا في المرتدات معنا الحالة الأخيرة اللي عاوز أقول لك عليها لازم لعيبة النادي الآلي تاخد بلها منها كويس جدا ده الهدف الثاني الآخر مباراة قدام اتحاد الصوفي في الدور الجزائري الرجل على طول لعب الكرة العالية الوامبا السريع جدا جدا الرجل خد الكرة السلامة بمنطقة المهارة وزق الكرة وقام رايح وقام جايب الهدف الثاني لشباب بولوزداد فاحنا بنتكلم على فريق عنده خطورة كبيرة جدا جدا في المرتدات فلازم على لعيبة النادي الآلي لو خسروا الكرة في مناطق شباب بولوزداد لازم تعمل ضغط عكسي وتسترجع الكرة او ان انت لعيبة نص الملعب بتاعتك ترتد بسرعة جدا عشان دي المشكلة اللي موجودة عند النادي الآلي منذ بداية الموسم عدم قوة الضغط اللي كانت موجودة ولنعى عليها النادي الآلي السلام